الخبر اول اللي عدى عنها ريني بيوتي وردت على موضوع الخطوبة فهي ردت على الاشاعات يا حبابي طالع عليها فلما نزلت هذا اللي سوري تطلب المتابع هي انه يقول له ما هو اشياء الاشاعات اللي سامية عنها وهي تردت هاذا اشياء حقيقة او لا بعدين نزلت هذا اللي سوري كان يسئلو هاذا هي مخطوبة او لا فهي ردت عليهم انه خليني اعمل اول شي اضافري وبعدين على الخطوبة الواضح ان هي قاعدة تضحك موكتر عنه هي مو مخطوبة ابد بعدين يا حبابي صارت تكشفينها شوية حقيقة عنها فنزلت هذا اللي سوري كانت تقول بي انه طولها هو مية وستين ساتيمتر اما بالنسبة الوزنها فقالت وزنها ثمانية واربعين كيلو فاكتبنا يا حباب بالكومنتات هتشو تعرفون هذي حقيقة عنها وموضوع الخطوبة شرككم بي ننتقل حاليا الى احمد و سالي يسببهم اليارا ومتابعيها فبعد من نزلو هذي المقطع اللي كانوا ايا قمر مار اجاهم شوية تهجم من جمهور يارا هذا الشي اللي خلي احمد ان انت عن الثوري مالتا انه حال صندوق الرسائل وانه يقصد التعليقات على اخر مقطع عليه وحاطوا انه تفتح يا ستزم من احلو اطفال وحاطوا انه كلاب يقصد ان جمهور يارا عبال عن كلاب واطفال وبالسور اللي بعده قاد يقول مني يتذكر هذه الرسوم اللي هو عن الضغط اللي هو يقصد ان جمهور يارا مضغوطي من عنده ويارا مار هي مضغوطة من عنده وقاد يشبهها بالاخيارة وحاط انه خيارة بالتصويت صراحة الرد ما انتقولش غريب هذا الشي اللي خليه واي من المتابعين انه يتهجمون عليه انه انت دكتور شون تريد بهذا الطريق لقلية ادب وخليه يتهجمون على مقطع الخير مالتا بالتعليقات بالانجليزي من جمهور يارا مار فما ادري صراحة من احباب الكوميت تاشو راكم براد احمد عليه وسبل يارا ومتابعيها رغم انه هي ما حجت عليه ولا شي انتغل حاليا ان محمد كاريم واميرا والمشكلة اللي صار بينهم في البداية يا حبايب اميرا نزلت هذه الاستوري شاد من داخل المستشفى تقول بي انه هي مريضة ومع ذا محمد يا حبايب نزل الاستوري ولكن حذفها بسرعة عشان ديكشف بي انه هذه الصورة اللي هي نشرتها هي صورة مويلة وانما صورة لوحدة ثانية عساس هي وما ام حذف الاستوري يا حبايب نزل هذه الاستوري بلغم ده سوية مشاكل مجرد انه هواي مناش خاصة ان نشروا هذه الشي فانشرته بس لضحك مواكد امر ده سوية مشاكل يشوفوا الاستوريات قبلنا انا اقل لكم انت سوية في القدوة ترى ان هذا الاستوري اللي نشرته ومسحته ما قصد استهزه ولا اضحك ولا شي اوكي بس يشو مجرد انه لانه اكو غيري هم طلاعي الصورة تمام فقلت تطلع منها اجه احسن من ما تطلع من غيري اوكي اما ما قصد انه اقول الواحد روح اضحك وروح احتي وروح مسلت يعني احتي اكو سرساني مشافو معافو بعدها اميريا حبايبي اطلعت وقالت وطمن متابعه وتشكرهم انهم اطمنوا عليها طبعا ان شاء الله معافايا ان شاء الله ما يكون بها اي شي وصدقون انه 24 ساعة صارت دمعة بعيوني وانه هي مريضة رحطكم للسوريات وفوها كيف كون شو اخباركم طلعت لحت اطمنكم عني وقالكم انه انا كتير كتير منيحة بس يعني بعد في شوية عندي وجع بحلقي راسي عميوجاني عيوني كتير عميوجاوني لحوان ان الصوروية تم Before Life 4 ساعة اقصوم بل PA وصوتي كتير رايح بس ومشرتي كتير طبعا انا ترى حэтому في كل مكان أنا.. أنا لا أحبت أن أطمّنكم عني بما أنكم أنتم تطمّنوا عني أحبكم كثير أخذ الشيء نختم بنور مارو من أحد القصاص يا حباب ومشكلة صارت بيناتهم فبعما نأخذ يا حبايب صوريه يا رمار هذا الشيء يجعل كل فريق بنور مارو يشيلون الفولو من عنده حتى قمر مار اليوم يا حبايب بنور مارو يختمها ويشيل الفولو من عنده فكتبنا حباب بالكومنتات شاركوا بلي سواء نور مارو فريقها شاركوا الفولو من عنده لأنه هو صوري يا رمار ومع السلامة